دعوات إغاثة أطلقتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمساعدة في توفير المأوى للنازحين داخلياً في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبحسب المنظمة الأممية أجبر الصراع الدائر في شمال كيفو ما يقرب من مليوني شخص على الفرار من العنف في شرق البلاد كما أجبر ثوران جبل نيرا جونغو عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار دون سابق إنذار بعد تدفق الحمام في مدنهم نحن نساعد في حالات الطوارئ لذلك نقدم القماش المشمع للنازحين داخلياً حتى يتمكنهم أنفسهم من نصب عدد من الخيم كما تكيفنا مع حالة المنطقة وقمنا بتقديم الدعم لهم حتى يتمكنوا من الحصول على مأوى مشابه لما هو موجود في المجتمع وهذا يسهل اندماجهم في المجتمعات المحلية في المنطقة بدورها أفدت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي في وقت سابق أن أولئك الذين يواجهون الجوع الحاد يشملون ما يقرب من سبعة ملايين شخص على مستوى الطوارئ على مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي يحلل طبيعة الأمن الغذائي وبحسب المنظمة يعتبر الأطفال والنساء الأكثر عرضة للخطر بسبب نقص الغذاء والأدوية والمساعدات الإنسانية ترجمة نانسي قنقر